قال وزير الشهر القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان إن منع ظاهرة تجنيد الأطفال تعتبر بالنسبة للحكومة التزاما أخلاقيا ودينيا قبل أن تكون التزاما دوليا مشيرا إلى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة إلا أنها تولي ملف تجنيد الأطفال اهتماما كبيرا وأن هناك جهودا متوازية تبذل في هذا الإطار من الجهات ذات العلاقة وأكد خلال اختتام البرامج التدريبي الخاص بتأهيل نقاط الاتصال العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن والتي نظمتها الوزارة بشراكة مع منظمة اليونسف أن الحكومة تعول على نقاط الاتصال العسكرية بالعمل على التحقيق والتحري في مسألة تجنيد الأطفال في جميع الجهات العسكرية والأمنية وشددا على أن تكون لنقاط الاتصال جهود في هذا المجال كونها الجهة التي يعول عليها في إنجاح خارطة طريق التي تم توقيع التوقيع عليها مع الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 كما شدد الوزير عرمان على أهمية تنسيق والتعاون المشترك بين كل النقاط العسكرية التي تم تأهيلها خلال هذه الفترة لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد لقاء موسعا لكل أعضاء نقاط الاتصال الثمانين بحضور وزير الدفاع لتبادل المعلومات والتنسيق المشترك وتضمن البرامج التدريبي وتضمن البرامج التدريبي الذي يأتي ضمن مشروع منع تجنيد الأطفال تحت شعار حماية الطفولة تأمين لمستقبل اليمن